اشتركوا في القناة بقى من أكبر قصص النجاح في المنطقة كلها يلا بينا علشان أحكي لكم حكاية أول مكانة كانت هي السبب في الصرح العظيم ده برنامج الكنتينر هنرجع تاني المصر القديمة كل ما نحاول نجيب الموضوع من أوله بيرجعنا المصر القديمة موضوعنا النهاردة هو جزئين أول جزء دلع على الآخر أول ناس اهتموا بشكلهم ونظفتهم كانوا المصريين القدماء اخترعوا الكريمات لترتيب البشرة والزيوت للجسم والشعر وحتى العطور والميكياج وأدوات إزالة الشعر كمان والجزء التاني هو الطب والأدوية الحاجتين دول بيرجعوا المصر القديمة المهم أنه النهاردة في مصر في عائلة مصرية جدا مكملة المسيرة دي وهي عائلة الدكتور رياض أرمونيوس ابنه دكتور مونير كمل مسيرة والده والنهاردة أحفاده لسه مكملين الجيل التالت من عائلة أرمونيوس هم اللي وراء إمبراطورية إيفا جروب اللي بتضم مصنع إيفا كوزماتيكس لمستحضرات التجميل وإيفا فارما لصناعة الأدوية أنا مبسوط إن أنا بصور مع حضرتك النهاردة وبالصدفة عرفت إن إيفا كوزماتيكس بقالهم 50 سنة 50 سنة يا داود 50 سنة قصة وراء كل منتج قصة في كل بيت مصري وخرجت من كل بيت مصري وطلعت للمنطقة وطلعت لأوروبا ببداية جميلة سنة 72 بدأها والدي دكتور مونير أرمونيوس بداية صغيرة جدا ابتدت من صيدلية في الموسكي بتعمل كل التركيبات اللي كان السوق محتاجة في الوقت دا لأن الوقت دا كان السوق المنتجات المتاحة فيه قليلة جدا جدا بتتعمل في الصيدلية وتتوزع عن طريقه وعن طريق أعمدة حقيقي كفحت وشاركت في النجاح دا ومن حظنا هما لسه موجودين معانا النهاردة وفي مدخل مصنع إيفا كوزماتيكس دليل على بداية الرحلة الطويلة اللي بانت الإمبراطورية دي النهاردة ومن هنا كانت البداية وبالتحديد 1972 والدي دكتور مونير أرمانيوز بدأ بالماكنة دي وبالماكنة دي بزال بمنتجين اتنين سبوتلس إيفا وكريم إيفا بالجليسرين اللي هما لسه موجودين وبيتصدروا السوق لغاية النهار دا كان بيشوف كل المنتجات اللي مش متوافرة إيه في السوق لأن ساعتها كان ولاية للمنتجات اللي في السوق المصري المتوافرة وكان بيعملها وبيوزعها حوالين السيدلية كان ساعتها الفريق قامه ثلاث أشخاص لكن بدأنا بالعلم وبدأنا بالبحث بما إن هو كان سيدلي كان دايماً معتمد على العلم ودايماً معتمد على البحث ودايماً معتمد على المكونات الطبيعية اللي مع العلم تطلع منتج وتطلع فورميلة أو تركيبة مناسبة للمشكلة اللي احنا بنحلها أو للإحتياج الموجود طيب دلوقتي حديثت قلتلي إن الحكاية بدأت بأربع أشخاص وكانوا بيعملوا منتجين بس دلوقتي أنت وصلتوا كان تقريباً وبتعملوا كم منتج من منتجين وصلنا 300 ومن أربع أشخاص إحنا النهاردة ألفين شخص وراء قصة نجاح كل منتج مش بس متصدرين السوق المصري ولكن إحنا في المنطقة وفي 21 دولة بين دول عربية ودول أوروبية حقيقي نقدر نوصف نفسينا بالالتزام التزام في الجودة التزام في التطوير التزام في معايير الصناعة في معايير التقنية رحلة التلتميت منتج دول بيبدأوا كلهم هنا في مغزن المواد الخام اللي أغلبها جاي من مصر وبعد فحص المواد الخام بأحدث الطرق المعتمد عالمياً بندخل على أول مرحلة في التصنيع الخلط أول خطوة خلص في معايير التصنيع عايزة أعرف إيه اللي بيحصل في الماكنة بالضبط وإزاي بتحصل عملية الخلط الخلط هنا بيعتمد إحنا عاوزين نطلع أي نوع من المستحضرات الماكنة بتتحكم في كذا حاجة أول حاجة نوع مستحضر هل أنا عاوز أعمل كريمة ولا جل ولا سيرم ولا زيت ولا أي نوع من السوائل الأخرى طيب تقريباً عملية الخلط بتاخد وقت قد إيه ده بيختلف على نوع المستحضر في كريمات بتاخد ثلاث ساعات في كريمات بتاخد خمس ساعات الشامبو من أكتر الحاجات اللي بتاخد وقت ده بيختلف بين كل مستحضر والتاني حقيقة قلت الماكنة هنا بتعمل خلطة للكريم والجل وأحاجات مختلفة فهل بيحصل أي إجراء بين كل منتج والتاني ولا بيبقى اليوم كله كريم مثلاً أو اليوم كله جل طبعاً عشان الماكنة تكون جاهزة للخلط ونحط تيكت الأوكي بالنسبة لنا بيحصل لها غسيل بطرق معينة وبنحلل الميا بتاعة الماكنة من جوه بعد ما بيتم كل عملية الغسيل ودي اللي بيتحل لنا فرصة أنه ننقل من منتج للتاني ومش الماكن بس اللي بيتم تنظيفه باستمرار مستويات التعقيم والنظافة في المصنع مبهرة همونا الحياة متفاجئ بمستوى المصنع حسناً في مستشفى يعني وأول مرة ألبس كده في حاجاتي يعني دايماً متعودين نلبس حاجاتي اللي بقى فيه مصنع أكل لكن مستحضرة التجميل ومستوى النظافة كده فدي حاجة بصراحة مبهرة أنا أشكرك يا أحمد وفعلاً هي دي المستوى اللي دايماً بنحاول نحافظ عليه لجودة المنتج لأن الجودة ما بتجيش في خطوة واحدة جودة بتيجي عبر الخطوات المختلفة إحنا في إيفا أخذين أعلى شهادات الجودة بتاع التجميل التركيبات بعد وبتخلص الخلط بتدخل على التعبئة وكله بيحصل بشكل مميكن بحيث أن ما فيش حد يلمس المنتج إلا هو في الكرتون إحنا دلوقتي بقينا متطورين جداً في الصناعات المساعدة زي الأنابيب ومواد التغليب كلها بتجينا من ماصر إحنا بتجينا الأنبوبة ومفتوحة بنعبيها وبعد كده بتدخل تحطل لها كارتنة بعد ما بتكارتن بتتحط كل ستة مع بعض وبتتجي تتغل أنا مخدش متخيل أبداً أن برضو الكريم بيوصل لحد الكرتونة من الأول أنا مخدش بيلمسه خلص زي زي الأكل تقريباً يعني فعلاً أغلبية القطوط أوتوميتد بنحاول نخلي الناس اللي بالعمالة تبص بس على القطوط وتشرف على أن الخط شغال مضبوط الموضوع ممكن تحس تصنيعه بسيط بيخلطوا التركيبات بأعلى معايير النظافة والجودة وبعدين بيعبوها وبيصدروها بس أهم جزء في عملية صناعة مواد التجميل والأدوية بيجي قبل التصنيع وهي مرحلة البحث والتطوير في معامل على أعلى مستقبل بدأنا في القسم القسم في مجموعة كبيرة من الباحثين والمطورين لكل ما هو يخص سوق الكوزماتيكس إحنا دايماً بنفكر هو إيه اللي المستهلك محتاجه وإيه الدراسات الاستباقية اللي إحنا ممكن نعملها علشان نبقى عارفين المستهلك هيحتاج إيه مستقبلياً وده دايماً اللي بيميز إيفا كوزماتيكس إن إحنا دايماً مش بس بندور مستهلك محتاج إيه إحنا بندور في المستقبل ممكن يبقى محتاج إيه وبنعمل دراسة كلينيكية إن إحنا بنتأكد من فعالية المنتج ده وده دايماً بنعمله في معامل خارجية معتمدة تقول لنا المنتج بتاعنا ده فعليته هتوصل إلى أي مدى مع المستهلك علشان يحقق احتياجاته موضوع البحث والتطوير ده معقد جداً إنهم يقدروا يوجبوا كل التطورات اللي بتحصل في عالم التجميل هما مش بس بيوجبوها هما كمان بيخترعوا تركيبات مش موجودة في أي مكان تاني فهو ده اللي خلاهم النهاردة بيصنعوا منتجات لشركات عالمية هنا في مصر طبعاً بجانب منتجات إيفا بيصنعوا حاجات زي سنسوداين وفا ما كنتش بتخليل كل المنتجات دي بتحصل هنا في المصنع يعني شوف سي أحمد المنتجات دي زي ما قلنا المنتجات اللي بتتصنع للشركات اللي وثقت في جودتنا وبتخلينا نصنع منتجاتها إذا كان لمصر أو للتصدير منهم سنسوداين منهم فا ومنهم براندز كتير معروفة في مصر والمنتجات اللي تحت العلامة بتاعة إيفا زي ما اتفقنا أي حاجة اسمها إيفا الفكرة طالعة من التيم بتاع إيفا التنفيذ الدزاين التركيبة الفورميليشن لغاية ما إحنا بنشوفها على الرف خطوات كلها طالعة من التيم بتاع إيفا ما شاء الله ده أنا عارف من زمان ده ده من زمان جدا زي ما احنا قلنا في البداية إيفا بالجليسرين هي العلامة بتاع إيفا العلامة بتاع إيفا مظبوط دي من سنة 72 طبعا الشكل الخارجي والفورميلا الداخلية حصل عليها تطوير كتير لكن الحمد لله من سنة 72 لغاية النهاردة وإحنا بي إيفا بالجليسرين بناخد الحصة الأكبر من والغاية دلوقتي والغاية دلوقتي الحمد لله ودول برضو غشوفهم كتير طبعا إيفا كلجان ده الهيرو بتاعنا والجميل في المنتج ده مش بس الرينج بتاعه ولكن الجميل إن إحنا بيمبيع خارج مصر أكتر من اللي بيمبيع جواه مصر يعني الكميات بتاع التصدير بتفوق اللي إحنا بيمبيعه في السوق المحلي الكولاجان عنده الكولاجان جولد كمان بتدهب وبقية اللاين بتاعة الـ بس ده حاجات جديدة يعني هوا في حاجات أنا عارفها وفي حاجات يعني ده جديد ده معرفش يعني دول أكتر 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 منتجات نزلت في السوق دول نزلوا تقريبا من شهر برضو بس السيرامز بمواد فعالة مختلفة فيتامين إي هيلورونيك فيتامين سي فيتامين بي وده بصراحة أجيبني جدا برضو رشستش اللي كده شفت آآ 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 بوسيا سيدي دي منتجات معمولة مخصوص للمتحف المصر البديد موجودة بس في المحل بتاع المتحف المصري الجديد اللاين ده معمول مخصوص للمتحف المصري ولكن دي بداية اللاين غننزل بيه اسمه إجيبشن تراجير برنامج الكنتينر الراع الرئيسي حديد أز خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط برنامج الكنتينر الراع الرئيسي حديد أز خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط ولكن إيفا جروب عندهم مصنع تاني بيعتمد عليه مليون مريض في اليوم الواحد مصنع إيفا فارما للأدوية والمشتحضرات التبضية اللي بيدير الدكتور رياض أرمانيوس دكتور رياض أنا كنت فاكر أن أنا هاجي إيفا فارما ف هلاقي سكيل معين في دماغي بس ما شاء الله اللي اكتشافته حاجة عظيمة جداً محتاج من حداتك شوية شرحة كده تقولينا احنا فين بالزبط أولاً أهلاً بيك أنتم نوارينا الله خلي يعني أهلاً بيك وفي المجمع الصناعي التالت لنا في مصر في المجمع الصناعي ده أربع مباني بتصنع أدوية شغالة من مبنى بيصنع حبوب وكابسولات مبنى بيصنع حقاً أنتبيوتك مبنى بيصنع كابسولات جيلاتينية ومبنى بيصنع فاكسينات مجمع فاكسينات كامل وفي مصنعين بيتبنوا مصنع هيكون بيصنع أدوية بيولوجية بما فيها إنسولينات ومصنع الحقيقة هيصنع خمات فعالة وده هيكون فريد من نوعه يمكن في القرى ككل في المجمع ده هتلاقي أنه المكان اللي احنا فيه احنا في نص الكور ده أو الدايرة اللي احنا فيها زي ما انت شايف هو الدايرة والجناحين دول هو اللوجو بتاع المكان بتاع الشركة اللوجو اللي هو بنحاول نوصل به للناس إن صحتك في أمان الكور في أمان في المجمع الصناعي ده وما بين المجمعات الصناعية التانية اللي موجودة في مصر احنا أكتر من 4500 زميل وزميلة بيشتغلوا كل يوم عشان يطلعوا ده بيوصل لأكتر من مليون مريض كل يوم المكان كله معمول على أساس جودة ونظام توكيد جودة في كل تفصيلة في المكان اللي احنا فيه وده اللي بيمكننا ان احنا نقدر نكون بنصدر لأكتر من 42 دولة 42 دولة من كل دول خليج أغلبية الدول الأفريقية وكل دول غرب أوروبا ودلوقتي بنتوسع الحقيقة لأمريكا كمان المصنع بينتج كل أنواع الأدوية من حبوب وكابسولات وأدوية سيلة زي أدوية الشرب والحقن وكمان مراهم علاجية وتطعمات مختلفة كل ده بيتصدر لأكتر من 42 دولة حولين العالم قصتنا ابتدت من أكتر من 100 سنة من 100 سنة كانت البداية بشركة توزيع 1917 تاني مصنع أدوية في مصر ويمكن في القارة الأفريقية كان اسمه معامل الدلتة للأدوية ووقتيها كان بيسموا مصانع الأدوية معامل معامل الدلتة للأدوية كان 1935 معامل الدلتة للأدوية كان الحقيقة مصنع متطور كان فيه مستحضرات بأشكال صيدلية مختلفة ويمكن منه ابتدى يتكون فريق العمل اللي كون شركات مختلفة في مجموعة الشركات إيفا جروب يمكن الكيان الصناعي اللي احنا فيه النهاردة اتأسس في آخر 99 بأول مصنع اللي موجود في منطقة الهرم وبعد كده مصنع تاني واحنا في المجمع الصناعي التالت المصنع هنا بيقدر يعمل معادلة صعبة من أن أنت عندك جودة عالمية ولكن بتمن في المتناول الجميع من خلال جودة ولكن حجم كبير فبيقدر يعمل اقتصادات كام فبيقدر يخلي الجودة دي تتعمل بتمن منافس مراحل تصنيع الأدوية لأساس بتاعها هي مرحلة التطوير والابتكار المعامل بتعمل أبحاث لأحدث التركيبات الدوائية لعلاج أمراض مختلفة بعد البحث بيقوموا بمرحلة الاختبارات لحد ما بيوصلوا للمرحلة النهائية مرحلة الشهادة العلمية اللي بتأكد سلامة وفعالية الدواء وعشان كده مصنع إيفا فارما بيصدر الأدوية بتاعته للعالم كله ولكن خطوات تصنيع الأدوية بتتم على نطاق أكبر بكتير من مصنع التجميل وده واضح من حجم المكان احنا كده وزننا البودرة بتاعتنا وبقيت جاهزة لعمليات الانتاجية المختلفة وحطاها في الجرانيليتور او ما يسمى العجان يعني احنا عندنا مصنع إيفا فارما هو ماس برودوكشن فعندنا دايما عندنا كباسيتي عالية من المكان فالعجان بيوصل ساعته لألف وامتين لت علشان يقدر يشغل على حسب كسافة البودرة لغاية 400 كيلو جرام من البودرة بعد ما تتم المرحلة دي بيبتدي سحبها بالباكين برضو لكونتينر وسيط علشان تتم عملية التحط علشان نوصل للبرتكل سايز اللي احنا محتاجينها علشان نحولها للقرس او نحطها في كبسول فيل احنا بعد ما بنحضر المنتج وبيكون عندي حبيبات ببتدي أحتاج ان أنا أقلب وأقراس يبقى شكل قرس عشان المريض يقدر ياخده بسهولة فبيبقى عندي مكانة الكابس بتاعتي بيبتدي تنزل فيها البودرة ويتكبس ويبقى شكل بتاعه شكل القرس طبعا كل قرسة وكل منتج على حسب شكله وعلى حسب الحجم بتاعه المكانة اللي عندنا بتكون مكانة كفائتها عالية جدا وسرعتها عالية جدا ممكن توصل معي المليون قرس في الساعة طبعا زي ما قلت على حسب حجم القرس وشكله دي من أحدة المكانات الموجودة في العالم كله بس هنا المكانة ممكن تقدر تخلي جزء منها قراص وجزء كابسولة لا دي كلها أقراص بس الكابسول ليها مكانة تانية لإني ليها بروسس تانية خالص بتكون عبارة عن كابسولة بتجيلي مقفولة هي بتتفتح ومتزن عب دواها البودرة دي موضوع تانية خالص دي موضوع تانية محتاج كلها فهمني بعد ما بقى عندي قرس بحتاج القرس ده يتحط في آخر حاجة حيوصل بيها للعين اللي هي الشريط فبنخش على مرحلة التشريط بمعنى إحنا إيفا بتمتلك أحدث مكان تشريط في العالم بأعلى كابستي أو بأعلى إنتاجية بيوصل لغاية 30 ألف شريط في الساعة يعني حوالي 300 ألف جرعة في الساعة مشاء الله شريط بيقى فيه كاما عشرة عشرة في المتوسط بيقى فيه عشرة فيه حاجات أكتر وفيه حاجات أكتر بعد كده فكرة المكانة مش بس حطيت القرس بجوء الشريط المكانة توتلي أوتوماتيك بمعنى أن أنا بعد ما حطيت القرس بجوء الشريط المكانة بتكمل بعد كده بتعمل فحص مية في المية لكل الشرايط اللي طلب حيث أن أنا أتأكد أن كل الشرايط كاملة ما فيهاش حاجة نقصة ما فيهش قرس مختلف ما فيهش أي حاجة مختلفة حيث وبتكمل بعد كده بتحطه بقوة العلبة وعلى حسب المنتج العلبة محتاجة فيها كام شريط والنشرة فبيعدي الشرايط لو العلبة فيها ثلاث شرايط ويليف المشورة حواليهم طبعاً زي ما بنشوف العلبة المفتاح بالضبط بنفس المنظر ده توصل للمحية التانية في التغليف جاهزة على التعبئة توصل للأسواق اللي منصدر لها أنتجاتنا والأسواق المحلية في نفس الوقت ده اللي مكننا الكباستي العالية دي الحمدلله اللي مكنتنا إن إحنا نكافي احتاجات السوق المحلي ونصدر لـ 42 دولة حوالينا العالم ولسه إن شاء الله بنزودهم إن شاء الله طب هل الحاجات اللي بتتصدر بره عليها أي مراقبة تانية ولا هو مجرد هي نفس المراقبة هي نفس المراقبة وإحنا ساعات كتير بنعمل تشغيلة انتجية جزء منها بيبقى السوق المحلي وأجزاء منها بيروح أوروبا بيروح أسواق مختلفة في الخليج أو أسواق أفريقية آخر حاجة دايماً لما حد بيسافر أنت بتوصيه تقوله ممكن تجيبلي شوية فيتامينات ونت راجع عملنا استثمار وقدرنا إن إحنا ننزل مجموعة من الأدوية المكملات الغذائية اللي بيخلي المستحضرات دي موجودة في بلدنا موجودة بسعر منافس موجودة طول الوقت عشان ما فيش حد يحتاج إن هو يطلب من أي حد مسافر إن يجيب له مكملات غذائية وبنعمل المكملات دي في مصانع أدوية مراقب عليها فطبعاً المنتج بيطلع عشر راح كل إنتاج مصنع إيفا للتجميل وإيفا فارما بيتجمع في المخازن وبيطلع على المواني للتصدير من هنا من مصر للعالم كله في الكنتينر من هنا هنملى الكنتينر بالأدوية المصرية وهيتصدر لأكتر من 40 دولة حول العالم في آخر خمس سنين بس كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكنتينرات المتحملة ببضاعة من صنع إيجاني بتسافر لكل بلاد العالم نسيبنا بقى من عودة الخواجة وخلينا في المصر مسافتنا شفنا حكاية الكنتينر دا آلاف الكنتينرات التانية تحملت بعشرات المنتجات المصرية وبتشق طريقها في البحر والأرض والجو علشان تتعرض في الأسواق العالمية إيه هي المنتجات دي وإيه حكايتها دا اللي هنقوله في حلقات جاية من الكنتينر برنامج الكنتينر الراع الرئيسي حديداز خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط برنامج الكنتينر الراع الرئيسي حديداز خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة